لم يكن الانتصار العظيم في حرب أكتوبر المجيدة وليد الصدفة بل سبقته تضحيات وبطولات أنارة الطريقة للنصر الكبير فقبل اندلاع شرارة الحرب بست سنوات شهدت جبهة القتال معارك الشارسة أربكت القيادة العسكرية الإسرائيلية وجاءت نتائجها صادمة لها بطولات وانتصارات كبيرة حققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف من خلال معارك قوية خاضوها خلف خطوط العدو ومن بينها معركة رأس العش وتدمير المدمرة إيلات لم يكن الانتصار العظيم في حرب أكتوبر المجيدة وليد المصادفة بل سبقته تضحيات وبطولات أنارة الطريقة للنصر الكبير فقبل اندلاع شرارة الحرب بست سنوات شهدت جبهة القتال معارك شارسة أربكت القيادة العسكرية الإسرائيلية وجاءت نتائجها صادمة لها بطولات وانتصارات كبيرة حققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف من خلال معارك قوية خاضوها خلف خطوط العدو ومن بينها معركة رأس العش القرية الصغيرة الواقعة جنوب بورسعيد حيث تمكنت مجموعة من ضباط وجنود الصعقة من صد هجوم العدو المدرع بسرية دبابات معركة رأس العش أسهمت في استعادة الروح المعنوية العالية للقوات المسلحة مما دفع رجال القوات البحرية للشن المزيد من الهجمات التي تحققت من خلالها بطولات للعسكرية المصرية ومنها تدمير المدمرة إلات يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر من عام 1967 وهو اليوم الذي اتخذته القوات البحرية عيدا لها كذلك نفذت القوات الجوية المصرية طلعات هجومية ضد القوات الإسرائيلية في سيناء أحدثت فيها خسائر فادحة وأدت إلى فرار بعض الجنود الإسرائيليين من مواقعهم وهو ما أدى إلى زيادة الثقة لدى المقاتلين في قواتهم الجوية بعد هذه العملية الناجحة المدفعية المصرية من جانبها ركزت كل إمكانيتها في قطاع شرق الإسماعيلية في العشرين من سبتمبر عام 1967 وتمكنت من تدمير وإصابة عدد من الدبابات الإسرائيلية بطولات قواتنا المسلحة شملت أيضا ما يعرف بمعركة التبة المسحورة حيث تمكن رجال الصعيقة من تحقيق ضربة نالت من عمق العدو الإسرائيلي بعبور قناة السويس والإغارة على إحدى النقاط القوية أما ليلتها الثامن والتاسع من نوفمبر من عام 1969 فكانت شاهدتين على عملية قصف تجمعات إدارية إسرائيلية في منطقة رمانا وقصف موقع صواريخ هوك في منطقة بولوزا بوسطة المدمرتين الناصر وضمياط كذلك تمكنت قوات الدفاع الجوي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو عام 1970 من أسقاط العديد من الطائرات إطراز فانتوم وسكاي هوك وأسر العديد من الطيارين الإسرائيليين وكانت هذه أول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم وتوالت بعد هذا انتصارات رجال الدفاع الجوي المصرية هي إذن بطولات كتبت بحروف من نور في سجلات العسكرية المصرية سطر خلالها أبطال مصر ملاحمة أعادت بثة روح الطمأنينة لدى جموع الشعب بالقدرة على تحرير الأرض وهو ما تحقق خلال انتصارات أكتوبر العظيمة لتتحقق مقولة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة